5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 أهلا وسهلا بحضراتكم مع بداية مقابر النبلاء الحين اخترت اول مقابرة نشتغل فيها واحدة من اهم واعظم المقابر المقابرة رقم 100 للمدعو رخمي راع رخمي راع واحد من بين الناس المهمين جدا لانه اشتغل وزير مع واحد من اعظم ملوك مصر ولان رخمي راع من عائلة وزراء شيخ عبدالقورنة المقابرة بتاعته زي الصورة مهواضحة قدامنا على شكل تيه مقلوبة عائلة وزراء راجل بيعمل معبرة بشكل كبير جدا بشكل محترم مراته مريد أمه أبوه أحمس المقابرة أجده الأحمس المقابرة 83 نفر نب بن اللي هو أحد الوزراء اللي ارتبط به كل دي أمور بتوارين زي رخمي راع كان مهم رخمي راع كمان من بين الناس المهمين اللي ظهر الملوك في مقابرهم للمرات من بداية المرات دي كان من موضوعات المهمة الأستاذنا العظيم الله يرحمه الأستاذ دكتور علي ردوان اللي كلمنا على موجود الملك في مقابر الأفراد المقابرة زي ما بقول لحضراتكم تشمل عندي موضوعات متعددة لكن ماشي بالنظام التقليد يعني الصالة العراضية حالية فيها مناظر الأجانب التقدمات المختلفة باسمه القرابينو هي بتقدم من كل أجزاء مصر الحمير الوعول الأرقام المناظر بتاعت الدولة الأديمة المهتدة في صفوف متعددة شغالة معي بشكل محترم جدا التقدمات كلها بتتم باسمه لكن أهم منظر الستة وتلاتين سطر الموجودين عندي على أيدي الشمال اللي هم واجبات الوزير واجبات الوزير اللي بيكمل معهم مناظر التقدمات ومناظر الزراع اللي احنا شايفنا مع المناظر اللي موجودة على الجدران لو احنا مشينا مع المقابرة بشكل التوتر في المناظر بتاعت السارة العراضية هنلاقي فيها زي ما قلت التقدمات والمناظر كمان مناظر الأجانب وهم جايين احنا طبعا بنفرح أو بكلمة الأجانب يقدمونا الجزية لا هي التقدمة اللي موجودة ويمكن هتذكر بالخير أستاذ العزية الدكتور عالي العجيزي كنا بنتكلم على حاجة اسمها الإنو الإنو هنا لما بنشوف التقدمات اللي بتتقدم من حيوانات مختلفة وأشكال منهم المصريين ومنهم الأجانب نقدر نسميها الهدايا المعطيات نسميها الضراي ألاقي الغزلان ألاقي الزرافات ألاقي ناس كتير جايين إنوبيين ألاقي ناس جايين كمان بالطوائي والأشكال البيضة بتاعتهم اللي هم الكفتيو للكفتيو اللي أنا بمينه الأقرب دلوقتي اللي صورتهم ظهر يمكن إنه هم سكان بحر إيجا المنطقة اللي ظهرت عندي لما تكلم أحمص على أم الملكة يا حطب وقال إنها سيدة الحاوني بولية جزر بحر الناس دول مش جايين بجزية الناس دول ما فيش بيني وبينهم احتلال دول جايين بالإنو والنص الهيروبليفي نفسه عندي ريخ ميرا بيقول لي على الإنو والتقديمات اللي جايين إذن هو بيوري التبادل التجاري وإحنا عارفين إن مصر في عهدت حطبس تاري كان تبادلها التجاري رهيب تماثيل كمان وصناعة التماثيل من الموضوعات الندرة جداً في مقابر النبلاء إن الوزير يشرف على صناعة التماثيل الملكية تماثيل منها تمثيل أبو الهول والتماثيل الواف تمثيل اللي لقيناها كمان في الخبيعة بتاعة الكارنك بالمناسبة هي نفس تماثيلة أبو ستالت الأواني الأواني اللي بتتقدم له كلها الورث ومسان遍 الراس اللي بيستعملها نقل الأساس والأسرة بتاعته كل دي الصلاة العراضية بتحكيه لي الراجل ده في الدنيا كانت الدنيا بالنسبة له ايه العمل في الدنيا العمل في البركة صناعة الأساس الجنزية صناعة الأساس بتاعه صناعة الأسرة صناعة تماثيل الملك منظر العنب ويه أغنية العنب الشهيرة والقط منظر العنب والارتباط الكبير بمعاصر العنب الطيور بعد عملية الصيد ونقلها كل دي مناظر في الصالة العرضية ريخ ميرع عملهالي وصورهالي في مناظر تمثل التقليد منظر العنب بيظهر قدامنا بشكله الكامل كأنه كابي بست من الدولة القديمة واللي اتكرر عندي شوفناه بني حسن لما اتكلمنا على المينيا ثم بنشوفه دلوقتي فيه الدولة الحديثة صالة طولية المفترض او حسب التخطيط العام ان المفترض تكون موضوعات دينية لكن الهنة المهندس بتاعه ريخ ميرع وهو بينحط المعبرة يبدو كنا زمان المرشدين اللي قدام يفتكروا دي كنا بنحط مراية عشان نشتغل يعكس الدوء جوه قبل الاضاءة ما تدخل معبرة ريخ ميرع في الصالة الطولية فيها منظر صناعة الاحذية وصناعة الاسرة بتاعته ويهي الخدم بتاعته هو يعد قدامهم بشكل الراجل بالعباية البيضاء او برداء الابيض بتاعه كأنه بالشكل الجنز صناعة الاواني بكل تفاصيلها صناعة الاسرة والمجارين وشغل المنخس كل الاشكال دي والصناعات دي موجودة عن المفترض لو الصالة العرضية بتبقى اكبر يبقى انا بحط كل المناظر دي ونقل الاواني وصناعتها بقى ويه نقلها الى الداخل موجودة في الصالة العرضية لكن يبدو ان المناظر في الصالة العرضية لم تكتمل فكمل الفنان في الصالة الطولية لكن الصالة الطولية اللي بتؤدي الى النيش وبالمناسبة النيش مفيش وراء حاجة تحدد لي ان هو كان مكان دفن يبدو انه فصل مكان الدفن عن المكورة ان الغاية دلوقتي ديفز قال لنا انه ملقاش حاجة ترتبط به عملية الدفن يعني احنا دايما نقول وراء النيش لأ وراء النيش مفيش حاجة لانها تدل على ان رخ مرع مدفون الاواني صناعة الاسرة صناعة الاحذية بتاعته كل دا كان المفترض يبقى في الصالة العرضية لكن رخ مرع نقل وعملهولي في الصالة الطولية طيب الصالة الطولية فيها ايه صناعة زي شايفين هنا صناعة الحلي صناعة الاخشاب النجارين الاشخاص اللي بيصناعوا الحاجة صناعة اواني العطور وتجهزها الصناعات المختلفة كلها اللي بيقوم لبيها الخدام قادي النجارة وعملية القطة وعملية المنشار يمكن صديق العزي الأستاذ هاني زريف كان بيتكلم معايا منظر بتاع المنشار يا هاني يمكن دا المنظر شايفوا هو اللي بيقطع نفس المنظر دا ظاهر عندي من الدولة القديمة وعملية النشر والخشاب وعملية النجر ويتقال له منخ الكفاءة والعظمة اللي بيقوم بيها الشخص تثبيت تمثال الملك والمثال وهو بينحط التمثال بالشكل بتاعه قادي عملية القطة بتاعت الأخشاب يمكن واضحة جدا بيعمل عملية المنشار كأنها سكينة بيقطع الحاجة إلى أجزاء بشكل متساوي وبيبقى كل واحد قاعد على كرس صغير بيقوم بالعمل بتاعه بشكل متكامل دا شغل العمال صناعة الصندوق الجنزي الخاص به ووضع التمائم عليه المنظر الحيطة متكاملة هنا بيورديني فيها كل مناظر الصناعات اللي احنا اتكلمنا عليها النفخ فيه السبايك والصناعات بتاعت الحلي وبعض الصناعات اللي بتتطلب وجود النيران كل الصناعات دي المفترض ان انا بلاقيها في الصالة العرضية سواء يميني ناحية الشر لان يميني هيبقى الشمال الاسف او شمالي الجنوب لكن ما بكمل دا مع صناعة الاواني مع صناعة العمل في البركب بتاعته اللي هي بتنزل لها الروح تقابل في العالم الاخر كل دا المفترض ان انا بلاقيه عندي في الصالة الطولية وليس الصالة العرضية طيب الصالة الطولية فيها ايه بقى كمان مهم جدا يهمنا في شغلنا الصالة الطولية عندي ريخ مرع وريخ مرع بس دون غيره من الموظفين يعني المنظر اللي انا هتكلم عليه دلوقتي او الحيطة او الجدر اللي هو ايميني قبل ما اوصل لنهاية نيش انا شمالي منظر الوليمة ومنظر الصناعات وصناعة الاحذية والاسر والصناعات الخشبية لكن بلاقي ميني منظر رائع وغير متكرد ظهر قدامي وهو منظر فتح الفم الله فتح الفم ما تطعن خامون بيفتح الفم كده لا يا حبيبه دول 75 طقصة عملهم لإيبرهارد أوتو دادموند أوفنينج اللي هي فتح الفم وتصوروا هنا من اول ما بصح الكهل اللي غايتنا بينام لكن بلاقي على الجدر اللي مين المعبودة ايمينتل بتقابلوا كل حاجة والدنيا تمام من اول بكاهن السم قاسم بيقوم ويقوم بعمليات فتح الفم يتصنع التماثيل وتتعامل كل حاجة للدخول إلى عالم الغرب للمتوفى مع أقربه وأهله كأنه واحد من القليل تقصد فتح الفم اللي احنا بنشوفه هو الجزء الأخير الصورة اللي قدامي دي صورة مهمة جدا اتنين وفين واضح من اسمهم المقوم المقوم هم اللي بنسميهم دلوقت المووية ودول ظهروا عندي في مروروكا بالمناسبة اتنين من الرقصين اتنين من الرقصين بيقوم ماشيين أمام الجنازة وبيقوموا بعملية الرقص والتهليل وبيضطروا ميا يمين وشمال نطر الميا يمين وشمال بيعملوه علشان يطرد الروح الشرير ويدقوا يغنوا وشفنا المناظر بتاعتهم موجودة عندي زي ما قلت الحضور من الدولة القديمة سواء في مقابرة مروروكا قدام المقابرة الرقصين وحتى شفنا حاجة فيه بتاع حطب بيتقدم التماثيل بتاعت الملك بصفته ملك الشمال والجنوب بيتصور مناظر حملت الأساس الجنزي والرحلة إلى أبي دوس المناظر كلها زي ما انتم شايفين مناظر متكاملة عندي ولكن مع الرحلة والدخول إلى عالم الغرب مع المتوفة بعد انتهاء عملية كل التقوس اللي احنا شفناها من أول فتح الفم وغيرها بلاقي عندي الباب بتاع المقبرة بيقفل غريحب قدامه أو الكهنة المرتل علشان يفتحوا الأرواح والأولاد اللي جايين بكل الهبات علشان يدخلوا معاه إلى بوابة المقبرة ويعينوا الخدم اللي موجودين عليها وييجي الكهنة يتولوا أمر المقبرة بالكامل نجد مين بقى ماشي مع الجنازة بيبقى دايما بخلاف الخدم وبخلاف الأقارب وبخلاف الموسيقيين والمقول اللي احنا شفناهم بيبقى موجود عندي كمان مجموعة من الأشياء الزي المنظر اللي قدامنا ده الشخص اللي مكسي علش ده اسمه تيكنو والتيكنو جاي من كلمة تيكن يعني يقترب أو تيك يعني يقطع ودي بنقول دايما إنها قد تكون بديل للجسة بتدخل ليه المقبرة إذا قتت الروح الشريبة تلتهمها وإذا خرجت ولما تيجي الروح الخيرة تجد الجسة سليمة مناظر التطهير مناظر الخدم هما بينقلوا الأساس بينقلوا كل شيء السيدات والزوجات والمعبودة إمنتت على وجهة المقبرة في الغرب كل ده على إيدي الشمال لو أنا حمش بقى بالإيدي اللي مينوش على النحية الجنوبية اللي هي دي الشمال وأنا داخل إلى نهاية الممر الطولي المعبودة النبت وياه أو سيدة المركب والألهات معاه هنا بيدخل إلى المنزل بتاعقه القبر اللي كان أمامه الشجر أو كأنه الروح بتيجي تتعرف عليه من خلال الخير اللي بييجي إليها المعبرة بتاعة ريخ مراع زي ما بقول لحضراتكم هي واحدة من بين المقابر الرائعة اللي بتمثل عندي بانوراما في الموضعات لكي نحن خدنا الموضعات بشكل أقرب لي التوتال فورم أو المناظر المكملة باختصار جدا أدي كان السم والدم ده جزء من فتح الفم بالمناسبة جزء من مناظر فتح الفم أنه بيفتح الأنف وبيفتح الفم وبيفتح القلب وبيستخدم الخبش أدي بعض الأساس أو السمات الدينية الموجودة في المقبرة النهاية عندي أدي النيش اللي بقى موجود فيه الحائط الباب الوهمي أو باب الروح ومدخلة المفترض أن أنا كنت ألاقي وراه الشافت أو البير بتاعتها ده مش موجود عندي في مابرة ريخ مراع ريخ مراع عيلة من عائلات الوزراء عيلة من العائلات السرية جدا في طيبة من حصن حظ التاريخ أن هذا الرجل خدم في معية أعظم وأشهر ملوك مصر الملك تحط مصر الثالث فاستحق ريخ مراع هذه الصورة اللي قدامنا هو وزوجته وهم جالسين أمام كل هذه القرابين العظيمة التي لم يكن يحظى بها إلا شخص عظيم الصورة اللي قدامنا دلوقتي ظهرت هي صورة تقوز فتح الفم بالكامل زي ما صورها لأوتو الـ 75 مرحلة أدي كهن السم الصورة دي بالمناسبة مهمة اللي عدت صورة كهن السم أول ما بيصحى بنحطه على حافظه بيمشي عشان يعمل فتح الفم أدي منظر من مناظر فتح الفم يمكن هنا شكرا للي عملنا الفيديو انه هو بيورديني كل الصور معي أدي مرحلة تانية أدي تنظيف الأرض والدخول لمأسورة من ضمن الـ 75 تقصة بتوع فتح الفم أدي الكهن وجاي بيرت الجزء من يعني فتح الفم القصة اللي احنا بنشوفها يا جماعة إنه نفتح زيتوت عن خمون ده مش فتح الفم ده المرحلة الأخيرة من مراحل فتح الفم شايفين هنا بييجي فقرة 58 مثلا يعمل له بالخبش وبعد أن يجي يفتح له بالستب أو يطهر الأرض أمامه والكهنة ماشيين معا ثم يحمل التمثال بالصورة اللي حضراتك شايفنا بانورامة جميلة للمناظر ما بين مناظر الحياة اليومية ومناظر العالم الآخر بتصور في ريخ مراع المعروف المشهور زي راع يعني اللي اسمه معروف زي الشمس هو ريخ مراع وزير الملك تحطمس الثالث المعبرة الرقمية شيخ عبدالقرنة عصر الأسرة التمنتاشر شكرا لحضراتكم ألتقيكم بخير مع نموذج تاني ومعبرة تانية سلام عليكم